تطعيم جرعات مكافحة فيروس جدر القرادة اجراءات الاستباقية والاحترازية للتصدي للفيروس خبرة في المجال الصحي وتجربة رائدة لمملكة البحرين في مواجهة جائحة كورونا كان العالم فيها شاهد على جهود مملكة البحرين في الحملة الوطنية لتطعيم المضاد لفيروس كورونا وكافة الجهود التي بذلت في هذا المجال من اجل حفظ المجتمع وتأمينه ما جعل مملكة البحرين محطة اشادة عالمية كتجربة يجب ان يتم تعميمها عالميا في مواجهة الجوائح المستقبلية ومع مواجهة العالم لفيروس جديد سارعت مملكة البحرين بان تكون من اوائل الدول التي تبدأ اولى عمليات تطعيم جرعات مكافحة فيروس جدر القرود وذلك في مجمع سترة حيث اعلنت وزارة الصحة ان التطعيم متاح من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا يوم الاربعاء فيما سيكون تطعيم يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثالثة ظهرا لعدد محدد من المسجلين للتطعيم الاختياري المضاد لفيروس جدر القرادة وكان المقدم طبيب بناف القحطاني استشاري الامراض المعدية في المستشفى العسكري قد نشر مجموعة من المنشورات العلمية التي شاركها الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي واهمها الاشارة الى انه لا لقاح او دواء خاص لمرض جدر القرادة ولكن اللقاح المستخدم للجدر القديم فعال بنسبة 86% كما اكد ان معظم المصابين بمرض الجدر المعروف قديما تكون لديهم مناعة ضد جدر القرادة ورغم بدء التطعيم في بعض الدول ومنها مملكة البحرين الا ان ما تتخذه البحرين نابع من الحذر والتتبع لمسارات الانتشار اذا ما تفاقمت مشكلة انتشار فيروس جدر القرادة لتكون مملكة البحرين دائما مثالا حي على الاهتمام بالجوانب الصحية واستمرارا على نهجها القائم للاستعداد الكامل وبكل المقاييس لاي طارئ صحي عالمي حيث نوهت الوزارة بتوفر كميات محدودة من التطعيم حاليا مخصصة للفئات ذات الاولوية حسب البروتوكولات الطبية المعتمدة لافتة الى ان الاستعدادات اللوجستية كافة قائمة لتأمين سلاسل امداد التطعيمات في ظل الطلب العالمي عليها ترجمة نانسي قنقر